اول مرة تحضاري حملة انا ايجابي فعايزينك بقى تشاركي معنا تقولي ايه بصي انا هقول باست قريته على الفيسبوك عجبني جدا وحطيته على صفحتي واحب الناس كلها يعني تعرفوا عن راجل قاعد بيكتب قصدي الخواطر بتاعته فكتب ان كانت سنة وحشة جدا ابني عمل حدثة وسقت في الكلية انا تمت ستين وقفت شغلي في دار النشر دي عملت عملية المرارة وتعبت قوي ابويا توفى كانت سنة سيئة جدا فدخلت ميراته بتبص كده على اللي هو كتبه سكتت وطلعت وبعدين راحت كتبت ورقة تانية وجبت هالو فبتقوله ايه ابننا عمل حدثة بس الحمد لله نجي منها من غير اي عهات ولا اي مشكلة انت وصلت الستين وسبت فعلا الشغل لكن تفرقت للكتابة وتعقدت مع كذا دار نشر والدك كان عنده 95 سنة وتوفى بصحة كويسة انت شفيت من المرارة بعد ما كنت متعذب بها سنين فازاي شافت نفس الاحداث اللي مرت فعلا بس من صورة اخرى او من وجهة نظر اخرى فاحنا ممكن فعلا نكون بنمر بظروف صعبة لكن ليها وجهة نظر ايجابية لازم نشوفها بالزبط فدايما يعني اللي انا بقوله ان الانسان يحاول دايما يبص لكل حدث بيمر فيه في حياته من نظر ايجابية ممكن يكون عمل حادثة بس الحادثة دي نجاته من حاجة تانية او طلع منها باقل الاضرار انا لسه بنتي من كم يوم وقع عليها شيء اخضر على رجليها وطبعا اتلسعت يعني اتحرقت يعني وما ودتاش المدرسة تاني يوم فهي عملة تقولي انا مرادش المدرسة ومشرفيه وكده وقلت لها بالعكس انا مبسوطة ان ده هصلك انا طبعا زعلانة ان هصلك كده لكن من الناحية التانية مبسوطة جدا ان انتي قعدت اليوم ده كله اجازة في حضني ما ورناش حاجة خلاص ابني بقى راح الحضانة وما حدش موجود في البيت وانا مستمتعة بيكي وباخد احضان وبص زي ما انا عايزة فشفتها بوجهة نظر يعني ايجابية وحاولت توصلها ده وده دورنا يا جماعة ان احنا نعلم ولادنا ازاي يكونوا ايجابيين ازاي يشوفوا الحياة بشكل ايجابي شاركونا انتو كمان تجاربكم الخاصة زي ما دكتورة شريفة قالت لنا عن قصة جميلة انتو كمان شاركونا اكتبوا هاشتاج انا اندرسكور ايجابي على صفحة من القلب القلب على الفيسبوك او حتى على الاكاونت الشخصية بتاعتكم بس اكتبوا الهاشتاج صح بمجرد ما تكتبوه صح سهل جدا ان احنا نوصل لكم ولو القصة فعلا قصة قيمة كاميرا من القلب القلب هتكون لغاية عندكم وتصور تجربتكم ونفرجها للعالم كله ونتبادل الطاقة الايجابية اللي كلنا محتاجينها فعلا